اه واخيرا وصلت هاو صندوق البريد سوف اضعاه في صندوق البريد اه وصلني مساش اه وصلني شغل جديد في صندوق البريد صندوق البريد لماذا علي انا ان احضر هذه الكرة لماذا علي ان احضرها لامون انا لست ساعي بريد لقد اتعبتني كثيرا هل سمعتي ماذا سوف تفعل امون سوف تصنع فرقة فرقة عالمية الكل يحبها ويعرفها انها فرقة البلاك بينك انا لا احبهم صدقا لا احبهم اكتشفت قايز انه بامكاننا باستخدام هاي الاداة هاي اداة تنظيف الاضافر وتحديدها اداة راح تساعدني انه انحط الوجه هون بتشبه typical يعني متطابقة كتير مع الشخصية اغلبهم اذا بتلاحظوا الفاس مش كله بشبه بعض ممكن من هون لازم انا حف من هون ومن هون شوفوا عم بيطلع اوه هيو عم ينحط وجهها كيف الاوجه شوف الوجه لماذا انت غاضبة ماذا يعني ان تأتي الى مدينتنا فرق كثيرة هذا شيء ايجابي سوف يضيف لنا الكثير ماذا اقولت يضيف لنا الكثير اقول لكي تصنع فرقة كاملة الا ترين اشكالهم الم تري صورهم انا لا اؤمن بهذه الخرفات الذي يحبنا سوف يبقى يحبنا ويدعمنا حتى ولو خرجت الف فرقة اوه يا لك من غريبة من اين تأتين بهذه الثقة هذا سر نجاحي اقلت تصنع فرقة جديدة نعم صنعت الاولى والان تفكروا في صنع الثاني اذهبوا وشاهدوها لقد بدأت في الحلقة الثانية حقا طبعا لانه زي ما بتعرفوا الشعر لاني بجيبه من اوروبا رح يوعد شهر فانا حكيت ليه ما يا امون تستعيني بدال الشعر اللي مثل هيك اعمل طبعا جبت هذا اللون لانه بدي الشخصية الجديدة تكون الشعر مثل هيك انه شقرة يعني مثل هيك انه يكون الشعر اشقر اهم شغلة كمان هاي الفرشاي طبعا هاي الفرشاي كتير مهمة هي رح تساعدني انه اصنع شعر كتير حلو نصوف اللي ما بعرف هاي الفرشاي هاي الفرشاي مخصصة للحيوانات الاليفة انا هاي اللي اخدتها من اختي طبعا كانت شاريتها جديدة لقطتها بس انا اخدتها قبل ما اتمشطها فيها لانه انا عندي حساسية من القطة مستحيل انه امسك قطة او اعيش انا وياها بنفس الغرفة اللي مخصصة للبيتس لانها بتيجي حديد تيجي شوي كمان حديد وخشت فهلا رح افرجيكم اوكي 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 بها الشكل الشعر ما رح يكون حلو بصراحة بدي اخليها تقريبا بتشبه الشعر الحقيقي امسك من هون من الطرف ونبدأ بتمشطها نعم هل انت مستاء مثلي؟ نعم مستاء مثلك لكن ليست لانها تصنع فرقة جديدة اذا لماذا؟ لانها وعدتني ان تصفف لي شعري ثم وعدا عندها لكن نسيت ان اذهب لذلك ذهب علي الموعد لماذا علي انا ان احضر هذه الكرة؟ لماذا علي ان احضرها لامون؟ انا لست ساعي بريد لقد اتعبتني كثيرا ماذا تقولين كرة الو الجديدة؟ وايضا بويس؟ سينيس فور؟ اهلا تفضلي ما الامر؟ الامر هو لقد كلفت بان احضر هذه الكرة لامون اهذا هو منزلها؟ لا هذا المكان لسه منزل امون لا تحزني منزلها قريبا من هنا اذهبي الى نهاية الشارع ونعطفي على اليمين سوف تجدين منزلها وضعي هذا في صندوق البريد اه؟ حسنا 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 شكرا ما رأيكو ان نذهب الى امون ونرى الخطوات التي سوف تصنع بها اللعبة؟ واو فكهة جميلة هيا 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 انا متحمسة كثيرا كيف صار الشعر؟ واو هيك شعر رح يكون كتير حلو خصوصا اذا غسلنا شوفوا غيرناه من هيك غيرناه من هيك لحل طبعا بعد ما نغسله ونصففه خصوصا بلستريت نسحب بلستريت رح يبين شعر كتير حلو وسهل التصفيف فهايه الطريقة اللي رح اعتمدها في زراعة الدمية الثانية الفرشاية عادية ما بتساعدكم انه تعملوا مثل هيك لازم تكون خشنة خشنة مثل هيك طبعا انا بتخيل الشعر عليك رح يكون كتير حلو هذا الشعر رح احتفط فيه ممكن استخدمه طر شكلك جاي ما احلى تسريحتك كتير حلوة اه واخيرا وصلت ها وصندوق البريد ها وصندوق البريد سوف اضعا في صندوق البريد اوه وصلني مساش اوه وصلني شغل جديد في صندوق البريد صندوق البريد هبا معنا اليوم كنت قالوا أل سبرايز بويز سيريز فور لكن قبل ما افتحها واستعرضها بدي انوح على شغل كتير مهمة مبارح قرأت كل تعليقاتكم واكتشفت انو كتير منكم كتب لي امو نمشينا على الخطوات اللي حكتيها كيف نوصل للمنتدى بس المنتدى ما بيتفعل فانا عرفت شو السبب الرئيسي اللي بيخلي المنتدى بس موجود عند ناس وناس تعني لا السبب هو هلا انا عملت حساب جديد وهون ان لسه مشتركت بقناتي بدي افرجيك هاي قناتي اذا عملتوا سبسكرايب مثلا على فيديو متل هيك شكله متل هيك شكله متل هيك شكله تحت في هاي العلامة اعمل من اليوتيوب ومسكر التعليقات اذا بدكم تعملوا سبسكرايب مثلا هلا انا بدي اعمل سبسكرايب رح يعطيني الجرس مش مفاعل زي ما انتوا شايفين ليه لانه هاد الفيديو مخصص للاطفال يعني شفتها ناقدوا اليوتيوب للناس اللي ضغطت سبسكرايب وعطاها انه الجرس ما بيتفعل وما في هون كومنت محرومين انكم تشوفوا المنتدى تبعي ومحرومين تشوفوا الستوريز اللي صورت رح انزلها على قناتي ومحرومين تكتبوا كومنت بدي الغي الاشتراك وبدي اروح اشترك بفيديو مش مسكر من اليوتيوب انتوا بتقدروا تعرفوا من خلال انه فيه تعليقات ولا لا هلا مثلا هذا الفيديو ما اسكروا اليوتيوب اوكي بدي اروح اشترك فيه بدي اروح اشترك فيه شوفوا اعطاني الجرس ولو بدي اضغط على الجرس اعطاني انه يوصلني كل الاشعارات فلهيك الغوا الاشتراك وروحوا على فيديوهات انفاعل فيها التعليقات وردوا اشتركوا مرة تانية اذا حبيتم اوكي هلا خلونا نروح نشوف الكرة نتعرف عليها اكتر سيريس فورد وفيها سبع مفاجئات يلا نتعرف اول شي حصلنا عليه المسج والمسج بيحكي هون دريم باد هاي الشخصية بتحلم انه يكون عندها باد اللي هو القارب مين متحمس متلي وحط لايك واذا مش مشتركين اشتركوا بقناتي جاي هذا الاستيكر اللي معرفت الشخصيات اوه كأني عم بشوف شخصية عرفتها نتعرف يلا نطلع كل الاشياء الحلوة اوه هاي جايز رح احتفط فيها لاني رح اعلمكم كيف تعملوها خزانة تابعوا هاي الحلقة خلونا نتعرف اول شي على القائمة ونتعرف على الشخصيات الجديدة عنا عنا جايز ثمان شخصيات جديدة الالوال خلونا نتعرف اكدر اوه اندي بندندود العائلة الحلوة اندي بندند رح يصير عندها اخ واو حلو هون عنا مستر بابي انا ماعرفت اخ مين هاي الشخصية وعنا هاي الشخصية الاسمها جد عرفتوا اخ مين هاي الشخصية جد وعنا ات بوي ات بايبي رح يصير عندها اخ كمان انا عرفت هاي الشخصية ومين كمان فلاور كيد الشخصية الحلوة هاي كمان رح يصير عندها اخ واو شخصيات كتير حلوة كلامتي لوكس هاي الشخصية جديدة علي اخ بومبون اخ بومبون واخر شخصية عنا ميكس بوي انا متمنية احصل على هاي الشخصية كتير لانه عائلة بومبون رح تكون من اكبر العائلات اللي انا حصلت عليها اوكي خلونا نتعرف يا الله متحمس كتير يلا ننشوك اوه واستحيل اوه 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 انا كتير محظوظة هاي كا يحرم مجروح من هون وهون في ستارز وكتير في ماركرز بوجهه وكمان بيرتدي جواب باللون الوردي وكمان باللون الازرق نتعرف على اشياؤه قبعة شفتو قبة عليها ايسي كريم اذا اخ بومبون مجت مو حافظة ماء هاي عصير جوس نجب هذا الحداء الملابس ممكن هاي العلامات بتحطها الشركة مشان احنا نعرف بعد الحلقة تتذكروا البومبون الكبيرة نفس الشي وكمان كمان ما رح انسى هاي اجت معو لاصق ستيكر اوه هذا ماسك خايف من الكورونا كتير خلو واخيرا هاي العيلة عم تكبر هلا انا لازم ارجع لعملي والهي الدي اي واي لكن ما رح اكمل بهاي الحلقة رح تكون بالحلقات الجاي بتمنى يا اصدقاء تكون حلقة اليوم عجباتكم اذا انتم اجداد بقناتي وعجبكم محتوى قناتي لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وتحطوا لايك وتكتبوا تعليم ولمتابعين قناتي الاجداد لا تنسوا انك تروحوا على قناتي وتحضروا القوائم التشغيل اللي انا حاطتها كل الفيديوهات اللي انا استعرضتها لمشان تميزوا قناتي وشان تتعرفوا على كل الالعاب لانفتحتها بشوفكم بفيديو اخر باي باي بسوطة وانا كنت مبسوطة وانا بك にك كمان ماما رح تنبسط اصبعدوا عنى لو سمحتم بخاف من كورونا ولا مكفر شكو 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 اشتركوا في القناة